يعطيكم الف عافية وصفتنا لليوم رح تكون قراس العيد او منحكي لها كمان خبز العيد بنعمله اكثر شي في الاعياد و بنعمله كمان بموسم زيت الزيتون ان شاء الله انها رح تجيبكم الوصفة طابعوا مع الفيديو للاخير وتعالوا شوف طريقة العمل في البداية هون رح نحتاج لطحين بالنسبة للطحين استخدموا اي نوع انتو بدكم اياه هون رح نحتاج خمس كاسات من لطحين بالنسبة للكاس استخدموا اي كاس متعدد الاستعمالات طبعا هون رح ننخل طحين وبعدها رح نحط المكونات الثانية في البداية هون رح نحتاج السمسم الابيض طبعا انا هون السمسم رح احمسه تقريبا ربع كاس من السمسم المحمص و رح نحتاج كمان ربع كاس من حبت البركة بالاضافة لا مع لقطين كبار من اليانسون طبعا انا هون طحنتهم طحنة خشنة شوي و رح نحتاج كمان المستكا تقريبا ربع معلقة صغيرة انا هون طحنتها مع معلقة كبيرة من السكر و رح نحتاج كمان المحلب تقريبا نصف معلقة صغيرة من حبوب المحلب المطحونة و رح نحتاج معلقتين كبار من الحليب البودرة بالاضافة لا معلقتين كبار من السكر و رح نحتاج معلقة كبيرة من الخميرة و نصف معلقة صغيرة من الخميرة و اخر اشي رح نحط ربع معلقة صغيرة من الكوركم بحيك عندي المواد الجافة صارت جاهزة هلو هون بخلطهم كثير منيح مع بعض ان شاء الله رح اكتب لكم المكونات اسفل الفيديو رح نحتاج هون كاس من الزيت الزيتون طبعا ممكن تكسروا زيت الزيتون بالسمنة يعني تحطوا نصف كاس من الزيت الزيتون و نصف كاس من السمنة بس زيت الزيتون ابدا ما تستغنوا عنه لانه هو مكون اساسي بالوصفة هلو هون بعد ما نفرك اللطحين مع الزيت بننزل المي بالنسبة لمقدار المي هون اللي احتاجته تقريبا كاس و نص من المي الدافية انا هون حطيته على مراحل هو بيعتمد على حسب نوع اللطحين عندكم ممكن تحتاجه اكثر من كاس و نص و ممكن تحتاجه اقل بس انا دائما بفضل انك تحطوا المي على مراحل و اكيد ممكن تعجنوا الجراس بالحليب الدافي يعني بدل المي تحطوا حليب سائل بنستمر في العجن حتى تتكون معنا عجينة متماسكة و طرية بهك عندي العجينة صارت جاهزة هلو هون بحطها بصحن نظيف و بتركها تقريبا ترتاح مدة ساعة ما تتخيلوا ريحة العجينة بجد شهية هون هيك بعد ما ارتاحت عندي العجينة ساعة رح ارجيكم هشاشتها هلو هون ببلش اقطحها لكرات بالنسبة لحجم الكرات زي ما بدكم يعني حسب ما بتحبوا حجم الارغفة ممكن تحبوها صغيرة او كبيرة او وسط زي ما بدكم طبعا في البداية هون رح احض زيت الزيتون و ببلش اقطف الكرات حسرا هون لازم نستخدم زيت الزيتون يعني ابدا ما تحطوا لطحين رح ارجيكم القالب اللي انا رح استخدموه احنا هون بنحكي له القالب العربي طبعا ممكن تلاقوه في اي محل ادوات منزلية في البداية هون رح ندهن القالب بالزيت الزيتون بعدها رح نحط عليه قطع العجين ناخذ القطعه مبلش نفرد فيها وبعدها نشيلها بنحطها بصواني الخبز طبعا انا هون عملت تقريبا ثلاثة كيلو على جنب يعني بالتصوير عملت لكم كيلو بس انا هون رجعت كمان عملت على جنب ثلاثة كيلو لان احنا لما نعمل بنعمل كمية بس عشان العيار يزبط معكم اعملت لكم العيار على كيلو واحد بالنسبة للخبز هيك عندي صاروا جاهزين طبعا الصينية هون مندهنها بزيت الزيتون بالنسبة للخبز رح نخبزوا بالفرن على درجة حرارة 200 طبعا الفرن لازم يكون عنا دافي من تحت و لما نشوف انه من تحت تحمرات منشغل الشوايا من فوق اول ما يطلع معنا من الفرن على طول منتهنوا بشوية من زيت الزيتون حتى يظلوا معنا طري وبهيك هاي وصفتنا صارت جاهزة بتمنى انها عجبتكم و بتمنى اني فدتكم و اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك و ما تنسوا الاشتراك بقناتي ويعطيكم الف عافية اكتشفى اشتركوا في القناة